الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي وسنتناول ما تبقى من درسنا في القسم الثاني وقبل الشروع في الدرس نود أن نستذكر نحن وإياكم ما ذكرنا في الدرس الماضي وهو كان بعنوان الشخص الطبيعي وقد بينا في الدرس الماضي جملة من جانب ما هي الشخص الطبيعي وكذلك وضحنا كيف بداية ولادة الشخص الطبيعي ومتى يبدأ ذلك فبينا ذلك في الدرس الماضي ومما بينا أيضا أن الحق لا يمكن تصوره إلا بوجود شخص ينسب إليه هذا الحق إلا بوجود شخص ينسب إليه هذا الحق فإذا هذا الحق لا بد أن يكون له صاحب هذا الحق لا بد أن يكون له صاحب سواء إما تكون أشياء ومن ذلك الكتب والأقلام وأيضا السيارات والمنازل وغيرها من الأشياء فإن لها أصحاب هذا الجانب الأول وإما يكون يرد على جانب العلاقة العلاقة الشخصية من نشوء حق بين دائن ومدين ومن ذلك العلاقة التي تكون بين باذل المال وأيضا المقاول فهنا نشع حق فيلزم هذا المقاول ماذا؟ يلزمه أن يصلح بيته أو يبني بيتا فإن هذه أيضا ترد على الأعمال أو ترد على العلاقة بين الأشخاص وإما ترد على جانب ماذا؟ جانب الأشياء الفكرية فإن نلاحظ أن القانون يحمي هذه الأشياء الفكرية من وجود مثلا كتاب قد ألفه صاحبه فإن القانون ينظر إلى محتوى هذا الكتاب ونسبة هذا الكتاب إليه ومن ثم هالقانون يحمي صاحب حق هذا الكتاب فإذا نلاحظ أن هذا الحق لا بد أن يكون له صاحب سواء في الحقوق الفكرية أو الحقوق محل الحق الشخصي أو محل الحق العيني أو المحل الحق الفكري وهو المعنوي فإذن هذه أقسام محل الحق كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع على عاتق شخص من الأشخاص فالحق يفترض الحق هذا يفترض وجود الأشخاص من ناحيته هذا الحق يفترض وجود أشخاص من ناحيته أولا وجود صاحب الحق لابد أن يكون له صاحب هذا الحق لابد أن يكون له صاحب هذا الأمر الأول في الافتراض الافتراض الثاني ما هو وجود شخص يلزم بأداء هذا الحق ومن ذلك ما ذكرنا في علاقة ماذا علاقة هذا المقاول مع من بذل هذا المال فإنه يلتزم وهو المدين اتجاه الدائن في إصلاح بيته أو بناء بيت فإذا هذه الافتراضات الواردة على محل أو واردة على الحق في وجود الأشخاص هذا الشخص ما المقصود به ما معناه الاصطلاح من ناحية القانونية ما المراد به نقول المراد كما هو موضع عندكم في الكتاب يقصد به من يتمتع بالشخصية القانونية ويكتسب الحقوق ويتحمل ماذا التزامات فإذا نجد أن هذا صاحب الحق أو هذا الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري فإنه يتحمل أمورا وعليه التزامات يجب أداؤها وتتمثل الشخصية القانونية في نوعين أولا إما أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا ووضحنا في الدرس السابق أن هناك فرق كبير بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري الشخص الطبيعي هو الإنسان نفسه فإن له حقوقا وعليه التزامات ومتى تبدأ حقوقه ومتى تكون عليه التزامات بينا ذلك وولادة الشخص الطبيعي فبينا ذلك فإنها هناك فرق بينها وبين من الشخص الاعتباري الشخص الاعتباري مثل الشركات أو الجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو غير ذلك وهذا الفارق نجده واضحا وبينا عند مطالبة هذه الحقوق فإننا عندما نطالب بهذه الحقوق فإننا سنطالب الشركات ليس باعتبارهم أشخاصا طبيعيين وإنما باعتبارهم أشخاص اعتباريين فنطالب هذه الشركة بما يوجد عندها من مال لأن لها ذمة مستقلة بخلاف ماذا الشخص الطبيعي بينا في ما هي الشخص الطبيعي أنه الإنسان والذي تثبت له الشخصية القانونية بماذا بمجرد ولادته وهو الذي يصلح أن يكون دائنا بحقوق أو مدينا بالتزامات ولا تلازم هذه الشخصية ضرورة توفر هذه العناصر وهي الإدراك أو التمييز أو الإرادة فربما يكون له حق حتى أنه لو لم يكن مدركا ولو لم يكن مميزا ولو لم يكن ذا إرادة فإذن تنشأ له حقوقا حتى لو كان مجنونا لماذا؟ لأنه ربما يكون له حقوق من ميراث وغيره فإذن هذه الحقوق لا يلزم توفر هذه العناصر الثلاثة وهي الإدراك وكذلك التمييز وأيضا الإرادة لأنه تنشأ أو تنشأ هذه الشخصية القانونية بمجرد ماذا؟ بمجرد الولادة الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته عندما يخرج من أو ينفصل المولود عن أمه حيا هذا الشرط يبدأ بتمام ولادته حيا وهو انفصال المولود عن أمه كما تشترط تحقق الحياة عند تمام الولادة فمتى من فصل المولود عن أمه ولو لحظة واحدة ثبت له الشخصية القانونية حتى لو توفي بعد فترة قصيرة وعلى ذلك فإن الجنين الذي يموت في بطن أمه الجنين الذي يموت في بطن أمه أو الذي يموت أثناء عملية الولادة لا يتمتع بالشخصية القانونية لأنه قد توفي قبل ولادته ويتم التثبت من حياة المولود هناك علامات تبين لنا أنه قد ولد حيا وهذه العلامات هي ظاهرة للحياة ما يدل عليها مثل البكاء الحركة التنفس تثبت الولادة عندما تثبت الولادة حقيقة يستخرج له شهادة الميلاد المستخرج من سجلات الأحوال المدنية المعدة لذلك فإذا بينا الآن بدء الشخصية القانونية كيف تبدأ هذه الشخصية القانونية ذكرنا من تمام الولادة حيا وهو انفصال المولود عن أمه وهناك علامات تبين لنا أنه قد ولد حيا وهي ماذا؟ وهي البكاء أو الحركة والتنفس حتى لو حصل بعدها بلحظات أنه قد توفي فإننا نقول أنها قد بدأت هذه الشخصية القانونية الطبيعية من جانب له حقوق وعليه التزامات الأصل هو ابتداء شخصية الإنسان بولادته ماذا؟ بولادته حيا إلا أن القانون هنا في الأصل هذا أنه يبتدأ شخصية إنسان بولادته حيا لكن القانون خرج عن هذا الأصل هناك استثناء ما هو هذا الاستثناء؟ اعتراف للحمل المستكن قبل ولادته فهو في أثناء حمله وقد استكن في أثناء حمله مستكن بمعنى أن حياته مستقرة إذ إن الجنين له شخصية قانونية تكسبه حقوقا نافعة بحتا نافعة نافعا بحتا فهو ليس صالحا أن تتقرر له عليه التزامات من أي نوع حتى بالنسبة للحقوق فلا يكتسب منها إلا تلك التي لا يحتاج إلى اكتسابها قبول مثل ماذا؟ هناك شيئا تحصل لهذا الجنين الذي قد استكن بمعنى أن حياته مستقرة وعلى طباء ذكروا ذلك فإن له حقوق في أثناء حمله ما هي؟ ما هي هذه الأشياء التي يكتسبها ولا تحتاج إلى قبول هي الميراث والوصية وماذا؟ والنسب وكذلك النسب لكن هذا الأمر لا بد أن يتحقق فيه أمر ما هو؟ أحسنتم نقول هذه الشخصية لا تتأكد إلا بتمام الولادة مع الحياة لا بد أن تتأكد مع تمام الولادة مع الحياة وبالتالي إذا مات الجنين في بطن أمه فإن ما يثبت له يعتبر كأن لم يكن يعتبر كأن لم يكن في جانب مثلا الميراث كأنه لم يقسم له هذا الميراث وفي درسنا لهذا اليوم نستكمل ما تبقى من درسنا في الشخص الطبيعي فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين وقت انتهاء الشخصية القانونية الطبيعية هنا بعد أن بينا بدء الشخصية القانونية الطبيعية وذكرنا أنها تبدأ من ولادته حيا وقد خرج وانفصل عن بطن أمه فإننا نقول بخروجه حيا ومعرفة العلامات التي تدل على ولادته من خروجه صارخا بمعنى أنه بكائه فإننا نقول قد استقرت حياته ولو لحظة فإنها بدأت الشخصية القانونية هذا في بدايته الآن سنتكلم عن انتهاء الشخصية القانونية متى تنتهي هذه الشخصية القانونية بمعنى أنه لا يطالب بمال وليس عليه التزامات وأيضاً هل يطالب بحقوق أو لا يطالب وهل عليه التزامات أو لا هذا ما سنبينه باعتبار هذا النتيجة في معرفتنا لوقت انتهاء الشخص الطبيعي الأصل أن الشخصية القانونية الطبيعية ملازمة لحياة الإنسان وتقتضي حتماً بموته فإذن متى تنتهي الشخصية القانونية الطبيعية تنتهي بموته حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المعاملات المدنية على أنه تبدأ شخصية الإنسان بتامن مولادته وتنتهي بماذا؟ وتنتهي بموته إلا أن هذا الأصل تريد عليه استثناعات حيث تمتد الشخصية القانونية الطبيعية في بعض الحالات إلى ما بعد الوفاة فإذا كانت تركة المتوفى مثقلة بالديون فإن أمواله تبقى على حكم ملكه حتى يتم سداد ديونه وتنفيذ وصيته وذلك استناد لقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين وهذا يعني أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون فإذا لابد أن يبدأ بسداد الديون ثم توزيع هذه التركة وكذلك تنضي الشخصية القانونية الطبيعية في حالات أخرى قبل التحقق يخينا من الموت وتثبت واقعة الموت كما هو الحال في واقعات الميلاد بأي وسيلة من وسائل الإثبات لأنها واقعة مادية فإذا هناك وسائل للتحقق من وفاة هذا الشخص فإذا في الأصل أنه بوفاته تنتهي الشخصية القانونية الطبيعية لكن هناك استثناءات كما هو موضح في أنها ترد على الأشخاص أو الحالات التي إلى ما بعد الموفات إذا كانت تركة المتوفى مثقلة بالديون فإن أمواله تبقى على حكم ملكه حتى يتم سداد هذه الديون وتنفيذ الوصية وذلك استناد للقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين هذا يعني أنه لا تركة إلا بعد سداد هذه الديون وتنقضي الشخصية القانونية الطبيعية في حالات أخرى قبل التحقق يقينة من الموت وأيضا تثبت واقعة الموت كما هو الحال في واقعة الميلاد بأي وسيلة من وسائل الإثبات لأنها واقعة مادية ترى وتشاهد هنا للموت حالتان إما يكون موت حقيقي وإما يكون موت حكمي هذا الموت الحقيقي ذلك بانتهاء الحياة يقيناً وفقاً لماذا؟ وفقاً للتقارير الطبية فإن هذا موت حقيقي متحقق الأمر الآخر الموت الحكمي متى يكون وما المقصود به وذلك إذا فقد الإنسان ومضى على فقده مدة معينة فمضى على فقده مدة معينة مثلاً يكون ركب هذه السفن وأثناء أبحرة السفينة وغرق من غرق ولا يعلم عن حاله فقد فقد مدة معينة وحكم القضاء باعتباره ماذا؟ ميتاً فالقاضي هو الذي يحكم استناداً لأمور كثيرة يقدرها القاضي في ذلك دون أن يكون في الإمكان إقامة دليل يقيني على موته فهذا يحكم عليه بالموت ماذا؟ الحكمي وليس بالموت الحقيقي إذ إن الموت الحقيقي يكون بالنظر إلى وفق التقارير الطبية التي يقدرها أو يقولها من الطبيب عند تحققه والنظر المشاهد لهذا الميت أما في الموت الحكمي ذلك إذا فقد الإنسان ومضى على فقده مدة معينة وحكم القضاء باعتباره ميتاً دون أن يكون في الإمكان إقامة دليل يقين على موته ومثلنا على ذلك بمن كان أبحر وذهب في سفينة وغرقت هذه السفينة وغرق من معها وفقد حاله ولا يعلم عن حاله فإن القاضي يقدر هذا الأمر فيحكم بموته بهذا النظر هذا هو المقصود بالموت والنظر إلى هاتين الحالتين وهي الموت الحقيقي والموت الحكمي والفرق بينهما إثراء حقوقي معلومة إثرائية المفقود هو الشخص الذي غاب عن موطنه وانقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته فيقضى بوفاته حكماً لغلبة الظن على موته كما فقد في حادث تحطم طائر أو غرق السفينة وفي هذه الأحوال يبيح القانون اعتباره ميتاً بتوافر شروط معينة ويتميز المفقود عن الغائب ما الفرق بينهما؟ الفرق بين المفقود والغائب أن الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ولكن حياته معلومة لذا لا أثر لغيابه على شخصية القانونية المتحقق عدم موته بينما المفقود فهو فضلا عن غيبته بعدم العلم عن موطنه ولا محل إقامته يثور الشك حول أمر بقائه على قيد الحياة لانقطاع أخباره لذا يمكن القول بأن كل مفقود غائب وليس كل غائب مفقوداً علماً أن المادة الرابعة من نظام معاملات مدني نصت على أنه تسريع المفقود ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم فإذا هذا الإثرار القانوني يبين لنا جانب الموت والفرق بين تلك الحالتين وبينا جانب الموت الحكمي فهذا الإثرار القانوني حقوقي يبين جانب من هذا الأمر في هذا التقويم أتحقق من هو الشخص الطبيعي ومتى تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية وما علامات ثبوتها أيضاً هل للجنين شخصية قانونية وما الحقوق التي تكتسبها داخل رحم أمه الأمر الأخير أستخلص من نتائج المستفادة من معرفة الشخصية القانونية الطبيعية وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين